بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي الفضل والإنعام والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه الأئمة الأعلام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المشاهدون أحييكم بتحية أهل الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا اللقاء يتجدد بكم حول عنوان كيف نستقبل شهر رمضان ونستهل هذا اللقاء بالحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي والإمام أحمد من مسنن أبي هرلة رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخله الجنة أندي على تندو اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر